اشتركوا في القناة الاعداد البدني العام ويهدف إلى تنشيط الدورة الدموية المشي بخط مائل مع تحريك الذراعين للجانب الجري بخط مستقيم المشي مع دوران الرجل على الجانب من مستوى الحوض بالتبادل التقدم بالجري للأمام والرجوع للخلف بين الأقماع الاعداد البدني الخاص ويهدف إلى تنمية عناصر لياقة البدنية تمرير الكرة الطبية بين الرجلين الوزد داخل الطوق مع ضم القدمين ورفع الكرة الطبية عالياً ثم الخروج بفتح القدمين قدماً تلو الأخرى تعدية الحواجز بالوزد للجانب بالقدمين قدماً تلو الأخرى ثم الجري المتعرج بين الأطواق والعودة بخط مستقيم الطلوع من جانب الستيبس والنزول من الجهة الأخرى مع رفع الأثقان الوقف الأمامية الجزء التعليمي من وضع الوقوف المواجه للأمام رفع الذراعين لمستوى الجذع فتح الرجلين باتساع الحوض وانزلاق القدم اليمنى للأمام للوصول إلى وضع الطعن الأمامي يتم توزيع ثقل الجسم 70% على الرجل الأمامية و30% على الرجل الخلفية مع لف بسيط لمشط القدم اليسرى للخارج تقوم المتعلمة بسحب القدم اليسرى الخلفية للأمام مع ضم الرجلين والوصول لوضع الثبات تكرار مهارة الوقف الأمامية بالقدم اليسرى الجزء التطبيقي ويهدف إلى تثبيت وإتقان المهارة من وضع الوقوف أداء المهارة بالقدم اليمنى يكرر التمرين بالقدم اليسرى من المشي تقوم المتعلمة بأداء مهارة الوقف الأمامية بالقدم اليمنى ثم الرجوع للوضع الابتدائي أداء التمرين من المشي بالقدم اليسرى من وضع الوقوف المواجه للأمام تقوم المتعلمة بفتح الرجلين باتساع الحوق مع رفع الذراعين لمستوى الجذع تقوم المتعلمة بتثبيت القدم اليمنى أماما وانزلاق القدم اليسرى خلفا مائلا مع ثني الركبة للوصول لوبع الطعن الخلفي وتوزيع تقل الجسم على القدم الخلفية بنسبة 70% والقدم الأمامية بنسبة 30% ولف مشت القدم اليسرى للخارج للمصول إلى الزاوية القائمة ثم سحب القدم اليسرى والعودة للوضع الابتدائي الجزء التطبيقي ويهدف إلى تثبيت وإتقان المهارة من وضع الوقوف أداء المهارة بالقدم اليمنى ويكبرر أداء التمرين بالقدم اليسرى من المشي تقوم المتعلمة بأداء مهارة الوقفة الخلفية بالقدم اليمنى ثم الرجوع للوبع الابتدائي ويكرر أداء مهارة الوقفة الخلفية من المشي بالقدم اليسرى الجزء الختامي ويهدف إلى عودة الجسم لحالته الطبيعية من وضع الوقوف تنظيم عملية التنفس تقاطع إحدى الدراعين على الأخرى والثبات ثم التكرار على الجهة الأخرى من وضع الجثوب ميل الجذع للجانب مع رفع الدراع فوق الرأس والثبات والثبات والتكرار على الجهة الأخرى رفع الكتفين لأعلى ثم قفضهما لأسفل نشكر لكم حسن الأصغاء وطيب التفاعل وعلى أمل أن نلقاكم في درس قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته